السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا اليوم راح نشوف اختبار في مادة التربية الإسلامية لسنة الأولى متوسط إذن نشر على بركة الله في الأسئلة الوضعية الأولى سورة البروج مكية تناولت آيتها قصة أصحاب الأخدود وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة الإسلامية وفيها يقول سبحانه وتعالى بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا الآية عشر إلى حديث الجنود من الآية السبت عشر إذن استظهر كتابيا الآيات الكريمة واضبطها بالشكل التام ثانيا اشرح ما يلي بطش يبدئ ويعيد هذه الوضعية الأولى الوضعية الثانية قال تعالى وينزل عليكم من السماء ما أن يطاهركم الأنفال أحد عشر عرف الغسل شرعا ما هو حكم الغسل وما دليله من القرآن الكريم أذكر ثلاث فرائد للغسل أذكر ثلاثا من مستحبات الغسل الوضعية الاندماجية السياق يتأمل من يتأمل ويتدبر في آياتي الله تبارك وتعالى في هذا الكون الذي نعيش فيه يدرك عظمة الله الخالق ودلائل قدرته في خلق هذا الكون الواسع السند قال تعالى إن الله فارق الحب والنوى ومخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون الأنعام 95 التعليم من خلال ما درست أكتب فقرة من عشرة أسطر تشرح فيها دليلين من أدلة قدرة الله تعالى مستشهدا بما تحفظه من نصوص شرعية إذن نمر نبدأ بالأول جواب إذن بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود صدق الله العظيم سورة البوروش إذن تكون حافظها وتشكلها طبعا الشرح بطش هو الأخ بشدة وقوة وعنف يبدأ ويعيد يبدأ الخلق الإنسان ثم يحييه بعد موته الوضعية الجزئية الثانية الغصل شرعا هو تعميم الماء على الجسم بنية رفع الحدث الأكبر حكم الغصل الواجب لرفع الحدث الأكبر أو دخول للإسلام المستحب كالغصل للجمعة والعيدين دليل وجوبه من القرآن الكريم قال تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا صدق الله العظيم ثلاث فرائد للغصل النية تخليل الشعر بالأصابع الدلك ثلاثا من مستحبات الغصل التسمية في أوله ظهارة مكان الاختسال إزالة ما على الجسم من نجاسات بالنسبة للوضعية الإدماجية سأعطيكم بعض الأفكار وانتم حاولوا باش طبقوها إذا حطوكم هذه الوضعية الإدماجية إذن الملاءمة ملاءمة المنتج المطلوب شرح دليلين من أدلة قدرات الله تعالى احترام عشرة أصدر المعطاية الاستجهاد بنصو الشرعية احترام علامات الوقف جودة الخط وتسلسل المعطاية أنا نحن أعطيكم بعض الأفكار إذن هنا فلق الحب والنوى هذا دليلين أي شقة الحب الجاف والميت الشاعر والقمح والنوى الصلبة الميتة كالتمر والزيتون تحت التراب وأخرج منهما النبات والشجر الحي كما أخرج الحب والنوى الميت من الزرع والشجر الحي دليلين آخرين فلق الإصباح وسكون الليل شق ظلمة الليل بنور النهار معلنا بداية النهار وجعل الله الليل سكنا أي للراحة والنوم لأنه آية من آيات الله قال تعالى ومن آياته منامكم بالليل الروم 23 ولسكون أهمية بالغة في الوقاية من الأمراض العضوية وتخلص من الآلام المزمنة كذلك دليلين آخرين تقدروا تستعملهم فلق الشمس والقمر والنجوم أي ضبط تعالى الشمس والقمر بنظام دقيق لا يختلوا لمعرفة الأزمان وخلق النجوم لهداية الإنسان إذن هذه بعض الأفكار تدوهم باش تشكلوا وضعية إدماجية في عشرة أسطر مستدلين طبعا بنصوص شرعية كآيات أو أحاديث شريفة إن شاء الله تكون سعبتوا هذا الاختبار بالتوفيق لأبنائي وبناتي والسلام عليكم